أهلاً وسهلاً بكم أحبتي طلاب الصف السادس في بداية عام دراسي مشرق ومليء بالتفاؤل والأمل في هذا الفيديو سوف أوضح لكم تعريفاً مبسطاً لمادة التربية الإسلامية خلال الفصل الدراسي الأول متأملة أن نكون بأفضل حال خلال هذا القصد إذن أحبتي في هذا الفيديو سوف نقوم بالتعريف بداية بكتاب التربية الإسلامية وسوف نوضح موضوع كل وحدة من وحدات هذا الكتاب وسوف نتحدث أيضاً عن محتوى وحدات الكتاب بالتفصيل ولا بد أن أنوه أن هناك الكثير من الأنشطة والمهارات التي سوف تطبق من خلال تدريبات الكتاب والتدريبات الصفية بما يواكب برنامج البكالوريا الدولية ولدراسة هذه المادة أحبة الطلبة الكثير الكثير من النواحي التي تؤثر على شخصية الفرد من النواحي الجسمية والعقلية والروحية والاجتماعية مما يعمق إيمان الفرد بالإسلام والعقيدة والشريعة ويسهم في بناء شخصية ناضجة متوازنة مفكرة متأملة تسعى إلى النهوض في المجتمع الخاص بها وبنفسها وهنا عزيزي الطالب سوف نبدأ بالحديث حول محتوى كتاب التربية الإسلامية المعتمد من وزارة التربية والتعليم فيما يتضمنه بالوحدة الأولى بعنوان عظمة الله تعالى تبدأ الوحدة بصورة الزلزلة ثم ننتقل إلى أسماء الله الحسنى المحي والمميت ويتعرف الطالب إلى معنى أسماء الله الحسنى المحي والمميت ثم ننتقل إلى التلاوة والتجويد القرآني ثم يتعرف الطالب إلى نزول القرآن الكريم ثم ينتقل إلى قضاء الصلاة الفائتة أما في الوحدة الثانية والتي هي بعنوان جزاء المؤمنين الجنة نبدأها بصورة الأنفان ثم يبدأ الطالب بالتعرف إلى نعيم الجنة وجمال الجنة ثم ننتقل إلى درس في التلاوة والتجويد القرآني وهو الإدغام الشفوي بعد ذلك يتعرف الطالب إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وإلى ما يعرف به صلاة المسبوك أما الوحدة الثالثة ألا وهي الإسلام دين الرحمة نبدأها بصورة الجمعة ثم التعرف إلى خلق الرفق الرفق بالحيوان الرفق بالنباتات الرفق بالإنسان وذلك من خلال حديث نبوي شريف ينتقل الطالب إلى درس في التلاوة والتجويد ثم دعوة أهل الطائف إلى الإسلام بعد ذلك يتعرف الطالب إلى أعذار الإفطار في رمضان وحق الإنسان في الحياة في الوحدة الرابعة بعنوان التعامل بالأخلاق الحميدة يتعرف الطالب إلى سورة الليل ثم ينتقل إلى حديث نبوي شريف يعلمه مراعاة مشاعر الآخرين وبكل تأكيد كما في كل وحدة من الوحد هناك درس للتلاوة والتجويد وننتقل للأمانة التي يجب أن يتصف بها المسلم والمؤمن ثم ننتقل إلى موقف الإسلام من التدخين الآفة ولكل مادة أحبة أحبة مصادر للعودة إليها ومنصات تعليمية منوعة لنحافي برنامج البكالوريا الدولية بداية هناك ما يسمى بموقع تنزيل القرآني والذي من خلاله يستطيع الطالب الاستماع للآيات القرآنية وأن يردد معها وقت ما شاء وهناك أيضا موقع سراج التعليمي الذي يحوي العديد من المعلومات المبتكرة ثم منهاجي وموقع سطور الذي أيضا يحوي العديد من المعلومات المبتكرة حول بعض المواضيع الدينية المتعلقة بمادة الصف السادس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر